تعتمد حركة الترانزيت وشحن البضائع ونقلها بين سوريا ولبنان بقرابة 70% على معبر جديدة يابوس المصنع الحدودي الذي تعرض لقصف إسرائيلي تسبب بخروجه من الخدمة وتوقف الحركة التجارية بشكل نهائي بعد استهداف معبر جديدة من العدوان الإسرائيلي العمل نحن بعده مستمر عنه عمل نستلع بضايا أصولا نستلع المواد الغاسية والمعونات والمواد الأساسية وعم يتم شحنها من طريق المعابر الأخرى فيه صعوبة بالمعابر الأخرى بس بالنهاية عم توصل البضايا صحا ما يصير تعب أكثر وعم يصير في زمان أطول لكن عم توصل ومستمرين نحن بالعمل ما وقفنا استيلام بضايا نهائيا ومنستلع البضايا ضمن الأصول طبعا ضمن عدد ووزن وفواتير نظامية ويتم ارسالها فورا يعني بتمشي البضايا تتابعا إلى لبنان توجيه الحركة التجارية لمعابر بديلة لكنها أبعد كالعريضة والدبوسية شكل عبءا على قطاع الشحن في سوريا نتيجة قلة توفر المحروقات وارتفاع الرسوم وكلف النقل والشحن لمسافة أطول بعد ما صار العدوان وتسكر معبر جديدة يابوس اضطرت الشركات والدجار وحركة الترانزيت بشكل عام تنتقل من معبر جديدة يابوس لمعبر الدبوسية والعريضة هذا الشي مرحلة مؤقتة إن شاء الله هو شكل شوي تعبئ بالنسبة للتكاليف لأجور الشحن لزيادة المسافة للوقت وعمل تأخير شوي بالبضايا الوصولة للبنان وحركة العبور العكسية التي تأتي من لبنان لسوريا لتتحول العراق ودول الخليج بشكل عام شلل الحركة التجارية بين سوريا ولبنان أثرت في سلاسل التوريد بالنسبة لعمل الكثير من المشاريع والمصانع السورية التي كانت تلجأ بعد فرض الحصار الاقتصادي على البلاد إلى تأمين احتياجاتها وموادها الأولية عن طريق لبنان لا سيما الصناعات الدوائية والكيميائية وغيرها تسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمعابر الحدودية بين سوريا ولبنان بخسائر اقتصادية لكل البلدين نتيجة تراجع حركة الاستراد والتصدير إضافة إلى خسارة سوريا لرسوم الترانزيت للسيارات العابرة لأراضيها من لبنان إلى العراق والأردن ودول الخليج جوليا عوض المملكة دمشق ترجمة نانسي قنقر